قالت عضو اللجنة القانونية نيابية بهار محمود أن تعديل المرتقب لقانون الانتخابات سيكون مزدوجا من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمانة وأضافت أن القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد وأن هناك تحركا واسعا من أجل إنهاء تعديلات المشروع كون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفاوضية القيامة بعملها اشتركوا في القناة